السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاند من قناة ايهاب تيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين واليوم ان شاء الله بدي نيجي مع بعض نشوف تحديسات اللي وصلت خلال اليومين الماضيين مع شوية هيك امور ولكن في خبر مهم جدا زي ما انتشفته الخبر وهو انه البوكوكستري برو جهاز البوكوكستري برو اللي انتعارفينه عملنا له تحديس قبل هيك نزلنا عليه اللي هو 12.5 تفاجأت انه هذا التحديس يعني تم حدفه من تطبيق شاومي الرسمي يعني مش من اشي تاني من تطبيق شاومي الرسمي ورغم انه الاوروب بيضل والصين موجود فبالتالي خليني نيجي نشوف الان يعني ايش سبب هذا الحدف خلني نشوف لايك اشتراك وفعل جرس عشان يصلك كل جديد وان شاء الله هتكون مبسوطين معنا واحنا بنهتم في التحديسات جميعها وكل الخفايا والخبايا واذا حابب تشترك معنا في قناة او مجموعة تليجرام موجود الرابط في الوصف وموجود الرابط في اول تعليق مسبت انا دايما بحط مجموعة تليجرام وقناة التليجرام فهيا بنا الى الشرح ونشوف التفاصيل هذي والتحديسات اللي وصلت خلال اليومين الماضيين هيا بنا الى الشرح شوف معاي هانيا كبير بخصوص التحديسات اللي وصلت حديثا لاجهزة شاومي اول حاجة عندنا البوكو اكستري برو التيواني احنا العالم ننزل اله وتم سحبه لكن هانا التيواني الماضي الموجود اللي هو باخد اتناعش ونص فاصل واحد اللي هو اندرويد احداش ركافر الروم والأو تي اي اللي هو بيكون اتناعش فاصل سفر اتنام بصير اتناعش ونص مباشرة طبعا هذي مواصفات اللي هو التحديس الجديد وصرعته اسرع عشرين مرة من الصابق ريدمي نوت تين ريدمي نوت ناين اس ريدمي نوت ناين اس برو الهندي اخد اللي هو اتناعش فاصل سفر فاصل خمسة وهذا اخد اللي هو ركافر روم طبعا ريدمي نوت تسع اس والبرو يعني هل هو ايش بنقول له بنقول له هو البرو او هو نفسه التسع اس اللي هو الهندي ما اخد ركافر روم معلش انا بعيد في الكلام عشان في ناس ممكن ما يعرفوش هدا الكلام الريدمي تسع الهندي الريدمي تسع الهندي اخد اتناعش فاصل سفر فاصل عشرة في ناس كتير معهم الريدمي تسع الهندي اللي هو رمز وبيجي اللي هو سيتي اللي هو اندرويد عشرة اخد ركافر روم واخد او تي اي الو تي اي بيكون اتناعش فاصل سفر فاصل تمانية بينتقل هذي طبعا حزمة سقيرة تنتقل الى اللي هو اتناش فاصل سفر فاصل عشرة وهنا التحديس اللي هو هاي زي ما هم كتبين تحديس امان لشهر خمسة وتحسين اللي هو النظام الموجود فيه هنا طبعا تحديسات هذي البيتا اللي هي الاسبوعية لاجهزة شاومي اللي هي اللي عبارة عن النسخة شاومي دوت ايو اللي هو النسخة الاوروبية. عنا فيه جهاز تاني اسمه مي ايتو لايت. الجلوبال. اجاله هو فيرجين احدى عشر هذا الجهاز. احدى عشر فاصل سفر فاصل عشرين. اندرويد عشرة. اجاله تحديس اللي هو فاست بوت. والاو تي بينتقل من احتاج فاصل سفر فاصل تسعتاش الى عشرين. طبعا اخر تحديس هاي يولا الجلوبال هذا اللي معاه هذا الجهاز. طبعا كيف فيه ناس من اللي شايفين محهم هذا الجهاز. وهنا اللي هو تحسين النظام وزيادة استقراره والطباطو. تقليل الطباطو. مية تسعة تي برو هيو كمان نسخة عالمية. المية تسعة تي برو اخد اتناش فاصل سفر فاصل ستة. اندرويد طبعا عشرة. آآ وهنا ما اخذ اتناش فاصل سفر فاصل خمسة. انتقل الى اتناش فاصل سفر فاصل ستة. الريدمي تسعة برايم الهندي طبعا لما تسمع ريدمي تسعة برايم يعني هندي. الريدمي التسعة تي اللي عنا هو العالمي والريدمي تسعة برايم اللي هو بقولوله الهندي اخذ الهو اوتي اي اتناش فاصل سفر اتنين بانتقل بصير تلاتة والركافري روم. وهذا ابدات اندرويد سيكوريتي باتش آآ آآ جون الفين واحد وعشرين. تحديس امان لهذا التحديس الجديد للريدمي تسعة ابرايم. وهنا معنا جهاز البوكو اكس تري برو زي ما انتم شايفين. هذا الجهاز عملت على الفيديو ونزلت التحديس تابعه الاطناش ونصف على الكاميرا وانتم شفتوه كان تحديس اللي هو نزلناه نظام يدوي. طبعا اي واحد بيقدر يشوف الفيديو كيف نزلناه يدوي يحطى لك اي الان في العلامة البيضاء. هان لو جينا للجهاز هاي الضبط وحول الهاتف وهي اصدار الهاتف. طبعا هاي ام اي او اي اتناش ونصف اتناش فاصل خمسة فاصل واحد اللي هو بالنسبة ل التحديس الجديد. التحديس الجديد هذا اجل الناس هوائي نزل على التطبيق. نزلناه من التطبيق يدوي علشان تصويره عشان الناس. فبالتالي اتفجأت انه هاي التحديس تم حتفه. طبعا انا لما نزلته الهاتف انا بالنسبة لي اصبح الهاتف سلس وكويس وما في مشكلة. لكن انا كان في عندي تواصل مع بعض الناس المتابعين والاصدقاء اللي على القناة. قالوا لي انه في عندهم بعض المشاكل. فلذلك هذا التحديس اللي تم سحبه خليل بس نيجي نشوف اللي هو التحديس وين واصل بالزبط علشان نكون الكلام موسق مية في المية. هان هيو بوكو اكس تري برو استيبول روم. ايش يعني استيبول روم? الرومات السابتة اللي مستقرة يعني. الجلوبال هيو الجلوبال رجع اتناعش فاصل سفر فاصل ستة. رغم انه كان اتناعش فاصل خمسة فاصل واحد. هاي الجلوبال. الجلوبال سحبوا التحديس منه لوجود اخطاء. طبعا الناس اللي حدست زي وزي الناس تنين والوصلها هوائي ما يجلقوا وما في مشكلة لعملية التحديس. ما يعمل ولا حاجة. يستنى التحديس الجديد وعادي بيحدث. لذا اجي تحديس بعدين كما مرة. بيحدث وما في عنده اي مشكلة. والتحديس ازا كان عنده في مشاكل يستنى برضو. وازا كان مية المية خلاص. تمام التمام. تكون ام راضية عنه. هنا التحديس اللي هو النسخة الاوروبية اخد اتناعش فاصل خمسة فاصل واحد. طبعا كلهم اندرويد احد عشر. الهندي لسه ما اخدش. اخد اتناعش ما اخد لحت الان اتناعش فاصل سفر فاصل خمسة. التيواني زي ما ورجيتكم اخد. اتناعش بينزل فيه. الاندونيسي اتناعش فاصل سفر فاصل تلاتة. بالمناسبة تم سحب اللي هو تحديس اندرويد احداش. وتم ارجعه بعدها. التركي اتناعش فاصل سفر فاصل اتنين. الروسي اتناعش فاصل خمسة فاصل واحد. اذا البوكوكستري وين اخد اتناعش ونص? الاوروبي. التيواني. الروسي. والعالمي كان موجود. لكن سبحان الله دايما العالمي يصبح به مشاكل. مش عارف ليش العالمي دايما بيكون فيه اللي هو مشاكل. وطم يعني جامعة شايفين سحبوه. فبالتالي كل واحد ما يجلقش. كل واحد هيصل له التحديس تاني. والشركة يعني يعني لما تسحبه يعني افضل ما يظلوا موجود. والناس يعني تستخدوا مجول كذا وما كذا. فأنا بطمنكم تحديس اتناعش ونص افضل من اتناعش. واسلس. وكمان فيه توفير بطارية. فيه توفير بطارية بس مش فيه نسبة كبيرة. ويعني هو تحسين للافضل للافضل ما تقلقوش. يعني تحديس اتناعش مص هيكون للافضل. وزي ما عودتك وزي ما علاوك. لازم تعمل الفرمات للجهاز من الريكافر افضل في حال تلقي اندرويد احداش بالذات. واي تحديسات واي مشاكل عندك ممكن تتلاشها عن طريق اللي هو نظام اللي هو فرمات من اللي هو الخارجي. وفيه ان استعادة ضبط مصنع. اعمل فرمات من الخارج يعني بيكون يعني الجهاز برجع لطبيعته. طبعا فيه ناس بسألون طب لو كان اندرويد احداش وانا عملت عليه اللي هو فرمات ايش بصير بصير اندرويد عشرة. لا بيرجع كما ولدته امه بيرجع احداش. برجعش لورا. يعني عمره فيه واحد برجع في الزمن لورا. لا احنا الواحد فينا لما ييجي بصير عمره مثلا عشرين تلاتين سنة فيش امكاني يرجع بيتقدم هذا نفس الاشي. فبالتالي بيكون اندرويد احداش بيضلو وماتق لكو. وفيه عيني هنا الخبر حلو. يعني الميت انتي والميت انتي برو. تمام. الميت انتي والميت انتي برو هادا جهاز اه شاومي حكت انه الشهر هادا هيكون يعني احنا شهر ستة. شهر ستة هيكون يصلوا التحديس. اللي هو تحديس اتناعش ونص. فانا ببشركم ان شاء الله خلال هادا الشهر. او اخر الشهر او اولي الشهر الججاي هيكون واصل التحديس اللي هو الكلوبال اللي هو اتناعش ونص. بازن الله اللي هو للميت انتي والميت انتي برو. هايو ما اخد التحديس اتنعش فاصل واحد فاصل تلاتة والاوروبية اتنعش ونص واصل للاوروبي والهند اتنعش واحد اتنين والصيني ما اخد اتنعش خمس واحد اللي هو ما اخد هاي التحديس والاندونيسي اتنعش فاصل واحد فاصل واحد والروسي اتنعش واحد اتنين والتيواني اتنعش واحد واحد والترك اتنعش واحد اتنين طبعا انا ما اخد اتنعش ونص اللي هو الاوروبي زي ما انتم شايفين والصيني. فبالتالي تقلقوش ان شاء الله بازن الله زي ما بذكركم هيكون اللي هو شهر هذا او اوالي الشهر الجاي واصل اتناعش ونصر الميت انتي والميت انتي برو. وان شاء الله هيكون مستقروا تمام. ويكون انتم كل المشاكل اللي كانت موجودة تروح في هذا التحديس الجديد. بهيك يعني التحديس اللي انحدف هيرجع تاني وما تقلقوش والامور ان شاء الله لانه في كتير نسب رسلونه وقالوا لي انه نحدف وانحن ما تعملوش ولا حاجة. وضلق على طبيعتكم ما في عندك اي مشكلة. وان شاء الله بازن الله سنوى فيكم بما كل ما هو جديد بخصوص التحديسات. ولايك للفيديو واشتراك وفعل الجرس عشان نسألك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.